هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة نشأ الزبير يتيما فربته أمه على الشجاعة وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول إنك لتضربينه ضرب مبغضة فتقول من قال إني أبغضه فقد كذب وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب أسلم وهو ابن ست عشرة سنة وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول ارجع إلى الكفر فيقول الزبير لا أكفر أبدا ويعد زبير من أبرز فرسان الصحابة فقد خرج في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وفي يوم الخندق كان يذهب إلى بني قريضة يأتي بخبرهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي قال الزبير ما مني عبو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير وهو بطل يوم اليرموك هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم فضربوه ضربتين على كتفه بينهما أي بين الضربتين ضربة ضربها يوم بدر قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير وكان صادق التوكل على الله أوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي قال عبد الله يا أبت من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه وفي يوم موطعة الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة وأراد الرجوع إلى المدينة فهاجمه اثنان فقتلها وذلك في العاشر من جماد الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة وله ست أو سبع وستون سنة فرضي الله عنه وأرضاه